اشتركوا في القناة اصحاب المعالي والسعادة الوزراء وكبار المسؤولين في القطاعين العام والخاص وكبار مسؤولي شركة امازون ويب سيرفز وفي تصريح لسمو الشيخ محمد بن مبارك اهل خليفة نائب رئيس مجلس الوزراء بهذه المناسبة اعرب فيه عن سعادته بافتتاح قمة شركة امازون ويب سيرفز نيابة عن صاحب السمو الملكي الامير سلمان بن حمد اهل خليفة ولي العهد نائب القائد الاعلى النائب الاول لرئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس التنمية الاقتصادية وباحتضان مملكة البحرين لعمال قمة الشركة للمرة الثانية على التوالي بعد ان اعلنت في العام الماضي عن عزمها افتتاح اول مراكز بياناتها على مستوى منطقة الشرق الاوسط في مملكة البحرين بحلول عام 2019 ليتوكب ذلك مع سعي حكومة مملكة البحرين واللجنة العليا لتقنية المعلومات والاتصال الى تعزيز مكانة البحرين على مستوى المنطقة في تقنية المعلومات والاتصال كما اشاد سموه بالدور الهام الذي يقوم به مجلس التنمية الاقتصادية في استقضاء الاستثمارات المباشرة الى المملكة بهدف تحقيق تنمية القطاعات الاقتصادية وخلق الوظائف ذات الجولدة العالية في السوق المحلية حيث تمثل تقنية المعلومات والاتصالات اليوم نسبة مهمة من هذه الاستثمارات التي تساهم في جلب الخبرات والمعارف والتقنيات الجديدة الى البحرين وتمنيا القمة والمشاركين فيها كل توفيق ونجاح من جانبها قدمت السيدة تيريزا كارلسون نائبة رئيس قسم القطاع العام العالمي في شركة امازون ويب سيرفس الشكرى لصاحب السمو الملكي الامير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القادة الاعلى رئيس مجلس التنمية الاقتصادية لرعايته قمة شركة امازون ويب سيرفس ولدعم سموه المستمر معربة عن التطلع الافتتاح اول مراكز بيانات الشركة شركة امازون ويب سيرفس في الشرق الاوسط في البحرين في مطلع عام 2019 فمع تبني سياسة الحوسبة السحابية اولا تقوم حكومة البحرين بنقل انظمتها والاعتماد على الحوسبة السحابية بشكل متزايد والاستثماري في تطوير قوى عاملة في مجال التكنولوجيا واكدت مواصلة دعم المملكة في تسريع مبادرات التحول الرقمي لديها تأتي هذه القمة ضمن فعاليات اسبوع البحرين للتكنولوجيا الذي اعلن عنه مجلس التنمية الاقتصادية بشراكة استراتيجية مع صندوق العمل تمكين الذي تنعقد اعماله في الفترة ما بين الثلاثين من سبتمبر وحتى الثامن من اكتوبر المقبل ضمن منصة نقاشية بين خبراء ومختصين من القطع العام وكبرى شركات القطع الخاص والشركات الناشئة بهدف تسليط الضوء على دور التكنولوجيا الحديثة والاتجاهات الرقمية في احداث التغيير في القطاعات الاقتصادية لدول مجلس التعاون الخليجي وتشهد القمة عقد 13 جلسة لمناقشة عدد من المنضوعات والتي من بينها ابرز التحديات المتعلقة بالامن الرقمي وسبل بناء البيئة الداعمة لتطوير الشركات الناشئة في منطقة الشرق الاوسط والافاق التي تتيحها تكنولوجيا الحوسبة السحابية لقطاع الخدمات المالية الى جانب دورها في تعزيز الترابط وابرز التحديات التي تواجه المؤسسات في الانتقال نحو تبني هذه التكنولوجيا الحديثة اضافة الى مشاركة العديد من كبار المسؤولين في القطاعين العام والخاص والخبراء والمختصين في هذا المجال الهام اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة